اشتركوا في القناة بتعيينه سفيرا لمملكة البحرين في مملكة بلجيكا متمنيا له التوفيق في اداء مهمه الدبلوماسية في تطوير وتنمية علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين ومملكة بلجيكا في مختلف المجالات من جانبه اعرب السفير عبدالله بن فيصل الدوسري عن شكره وتقديره لسمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة على توجيهات سموه مشيرا الى انه سيعمل جاهدا من اجل ترجمة التوجيهات في تعزيز علاقات التعاون بين مملكة البحرين ومملكة بلجيكا على كافة الاصعدة